السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة? يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. هنتكلم النهاردة عن نوع مهم من اعلانات جوجل هو اعلانات جوجل ديسبلي. لا تقل لوحدي او كيف السبيل انت بالتحدي تصنع المستحيل. عندنا في الشرق الاوسط دايما اعلانات جوجل مشهورة بان هي بس اعلانات عن طريق محرك بحث جوجل. لا يا جماعة. جوجل ما زلنا وبنأكد ان هو كنز خفي. في اسرار كتيرة كتير من الناس ما يعرفهاش. اعلانات جوجل هي فيها انواع كتيرة جدا. ابرزها ان انت تقدر عن طريق اعلان جوجل تقدر تعمل اعلان على كل تطبيقات الاندرويد. اكتر من ستمائة الف تطبيق. تاني حاجة ان انت تقدر تعمل اعلانات على اي قناة من قنوات اليوتيوب انت عايز تعمل عندها اعلان. او ممكن تختار فيديو معين من فيديوهات اليوتيوب وتعمل له اعلان. الحاجة التالتة اعلانات فيها اكتر من اتنين مليون موقع مشهور. وغالبا لو ايه عندنا مسلا في الشرق الاوسط هنلاقي جزء اه كبير من الواقع الاخبارية مشترك في اعلانات الجوجل ديسبلي. خلينا اتكلم مع بعض عن اهمية اعلانات جوجل ديسبلي. اول حاجة اه بتحققلك مزيد من الانتشار عن باقي الحملات. يعني بمعنى اصح لو انت عايز تعمل نفسك براندينج. عايز تعمل نفسك سمعة. حضرتك مسلا فتحت فرق جديد. والفرق جديد دوت عايز تعرف الناس على سبيل المسال ان مكدونالز فتح فرق جديد في في الجيزة. فانت بتعمل حملة على يا جماعة في مكدونالز فتح فرق جديد مسلا في الجيزة. اه في الدقي. تمام? الحاجة التانية انها مفيدة جدا في حملات اعادة التسويق. يعني اعادة تسويق. يعني حملات اه اه لو حضرتك بتبيع مسلا منتج والزائر داخل موقع حضرتك. وبعد بعد ما خرج من موقع داخل على اي اه مواقع من مواقع تابع جوجل ديت سواء كان تطبيقات او سواء كان قنوات اليوتيوب او سواء كان الاتنين ملون موقع المشتركين اه مع تقدر اعلانك يظهر لهم مرة تاني. خلينا مسلا نقول اه مسال بسيط. اه زي مسلا حضرتك لو بتدخل على موقع سوء او بتدخل على سبيل المسال على موقع عشان تحجز نفسك اوتيل. بعد ما انت اه خرجت وبحست على اوتيل معين في دولة في دولة معينة. بعد كده ما لقيتش الاوتيل المناسب او السابع مناسب فانت خرجت. فلما خرجت من اه من دخلت مسلا على او دخلت على او دخلت على او دخلت على وبعد كده هتلاقي نفس الاعلانات بتاعت الفوند اللي انت كنت بتدور عليه موجودة على منصات مختلفة. دي حاجة اسمها ده برضو موجود في جوجل وتقدر تعمله آآ بقوة وبسعر مناسب على الجوجل تالت حاجة الميزة يا جماعة ان بتاعت الحاملات الديسبيلي الكوست قليلة مقارنة ببلادفورمستاني او حتى مقارنة على جوجل نفسها. ده ليه? لان الشبكة كبيرة جدا. نتكلم زي ما وضحنا اكتر من ستمائة الف تطبيق اكتر من اتنين مليون موقع. فعندك شبكة كبيرة جدا من المواقع اللي تقدر تعمل عليها اعلانات او قناوات اليوتيوب او آآ تطبيقات الاندرويد. فانت بالتالي ممكن تقول لي جوجل يا جوجل والله انا مش هقدر عمل اعلان. الا لا لا هدفع بس واحد سنت على النقل. اقول لك ماشي. ولو قلت له نص سنت هيوافق. آآ بعض الحاملات ممكن بتيجي يعني باقل من سنتات. تمام? ده ده ليه? بسبب ان آآ المعلنين كتير جدا جدا جدا. والشبكة كبيرة وتقدر توصل لاقل سعر انت عايزه. بس برضو خلينا نتكلم بصراحة ان انت كل لما انت تقلل السعر كل لما الكوالية يكون قليلة. يعني مسلا في بعض الحاملات الاسبائية كنا عاملينها. فهنا كنا محددين سعر قليل جدا. فجوجل بدأت تصدر الانتنا فين? على قنوات آآ تور الجنة. على قناة اطفال. على آآ آآ العاب وهكزا. فانت حاول توازن ما بين الموضوع ده. وتقدر ان انت تحسنه. بلين انت تحط السعر المناسب في الدولة اللي انت هتستعادفها. واتتابع الحاملة باستمرار. الميزة اللي بعد كده الاعلانات الجوجل ديسبلي. ان انت تقدر تستخدم اكتر من شكل الاعلان. سواء صور او فيديو او حتى كمان آآ صور متجاوبة او صور متفعلة. اللي هي ان انت اعلانك يكون عارفين يا جماعة. اعلانات الفلاش واعلانات المتحركة وكده. النوع دوت موجود على جوجل. وانت مش 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 هتطر تروح مسلا لحد مسلا او حد مسلا بتاع منتج لك فيديو او حد نصمم لك اعلان متحرك. لأ. ده والسيستم اصلا جاهز وفيه وفيه نمازج وقوالب جاهزة. حضرتك بتعدل عليه وبعدين جوجل بيخرج لك شكل الاعلان. تمام? دي باختصار مزايا اعلانات جوجل ديسبلي. طيب هننتقل بقى الخطوة تانية مهمة هي كيفية التخطيط للحملة. آآ كان فيه مقولة احد الزملاء في مجنة اسمه استاذ برهين البحراوي. آآ قالها مقولة جميل قوي. قال التحضير للشغل اهم من الشغل نفسه. كتير من الناس آآ اللي بيشتغل في اعلانات سوشيال ميديا او اعلانات جوجل بيفكر ان هو مجرد ان هو عارف طريقة عمل الاعلان. ودخل عمل اعلان على جوجل او اعلان على السوشيال ميديا. ويعرف الخطوات ان هو يحط الميزانية يحط الفيزا يكتب نص الاعلاني يختار اختار البوست. هو كده عمل اعلان. لا طبعا. الطريقة دي تسهل اي حد يعملها. اهم حاجة بقى التخطيط للاعلان نفسه. هتستهدف مين? الرسالة انت هتستهدفها? هتعمل اعلان امتى? هتعمل الميزانية بكام? وهكزا. فالتخطيط للشغل اهم من الشغل. طيب ازاي نخطط للحملة بتاعت اعلانات جوجل? اول حاجة تحدد الهدف من الحملة. لازم يا جماعة آآ تبقى انت مرتب اهدافك في الكمبين. لان اي حملة بدون هدف اعرف انها آآ مش هتنجح غالبا. لان انت اصلا مش حاطط لها هدف. مش آآ مش مش بتقول مسلا والله يا جماعة انا عايز مسلا خلال تلات شهور آآ اوصل آآ لي عشر من المشاهدة. او انا عايز مسلا خلال تلات شهور اوصل الى آآ تحقيق مية بيع. طيب. في واحد بقول لك والله انا عايز بقى انا عايز ننفس جوجل. انا عايز ننفس انستجرام. انا عايز ننفس ده مش هدف ده ده حلم. لان يا جماعة الاهداف لابد لما احنا نحددها نحددها بطريقة اسمها طريقة سمارت. طريقة سمارت في تحقيق الاهداف. عشان نتحقق هدفك لازم آآ يكون هدفك دوت ليه شروط معينة وفيه كريتيريوم وانا بيمشي عليها. مش مجرد واحد اقول له والله انا عايز ننفس جوجل خلال سنة. او عايز اطلع الامر. او عايز اكون اغني واحد في العالم. دي مش اهداف دي احلام. انما الاهداف لها الشروط معينة. آآ الشروط ديت. او الضوابت ديت موجودة في كلمة بالانجليزية. اختصار لكلمة يعني يكون لك هدف محدد. ما يبقاش فيه اكتر من هدف في نفس الواقع. ما تقولش والله مسلا انا عايز انافس جوجل وعايز اطلع الامر وعايز اكون اغنى واحد في العالم. وهكذا. لأ حاول تركز الهدف محدد وتكمل فيه. رقم اتنين ام اختصار لمجربل. هدفك يكون قابل للقياس. هدفك يكون قابل للقياس. رقم تلاتة يعني هدفك قابل للتحقيق. بلاش اهداف آآ يعني واحد يقول لك والله انا نفسي هدفي بقى ان انا اشتغل على جهاز او اله ارجع بالزمن مئة سنة وراء. دي حاجة غير قابلة للتحقيق. تمام? الامر الرابع يعني يعني حاول يبقى الشغل دوت ليه علاقة بتخصصك. او الشغل دوت انت حاجة انت بتفهم فيها. عشان تقدر ان انت تشتغل عليها باستمرار وتوصل وتحقق هدفك المطلوب. رقم اربعة تي. تي اللي هو آآ او الهدف دوت مربوط بوقت محدد. هتقول والله انا هدف ان انا اعمل حاملة على جوجل وخلال سنة اوصل لمية مليون مشاهدة. خلال سنة اوصل لمية مليون مشاهدة للاعلانات بتاعتين. يبقى دي باختصار طريقة في تحقيق الاهداف. آآ يبقى قلنا جماعة اول حاجة في آآ تخطيط الحملة ان تتحدد الهدف من الحملة. اهداف الحملة غالبا ما بيكون جزئيتين. اول جزء يا اما براند براندينج. انت هدفك الانتشار وصمع وناس كتير تتعرفك وناس كتير تشوف الاعلان بتاعك. وتاني هدف ان هدفك سيلز. هدفك من الحملة ديت عايز يا جماعة اعمل عشان اجيب مسلا مية باعة او متين باعة او الف باعة شهريا. رقم اتنين في تخطيط الحملة تحديد الجمهور المستهدف. ودي اما حاجة معا في الماركتنج. الماركتنج جماعة او الماركتنج الجديد. آآ بنتكلم ان بيبدأ اول حاجة بتحدد الجمهور المستهدف. وبعدين بتنتهي في الاخر ان الكلينت بيكون مرضي عن الخدمة او المنتج بتاعك. يبقى عندنا اول حاجة تحدد تحدد هدف الحملة. رقم اتنين تحدد الجمهور المستهدف. رقم تلاتة تحدد سعر واستراتيجية لازم تبقى انت عارف ما تشتغلش مع جوجل نهائيا ولا على اي منصة باوتوماتيك. حد بنفسك سعر الحملة. وشوف انت السعر المناسب ومع الوقت هتبدأ تتعلم آآ كل مجال والسعر المناسب في كامل. رقم تلاتة تصميم اعلانات جذابة لتعزيز قوة الحملة. ليه? لان اصلا آآ تمانين في المية من نجاح الحملة آآ متوقف بشكل كبير على شكل اعلان. لان لو لو انت مسلا عامل السعر صح وعمل اهدف صح ومحدد الجمهور صح وعمل سعر بدي مناسب وبعدين وبعد كده عملت شكل اعلان سيء. آآ ما حدش يضغط عليه. يبقى كده حملتك كلها كلها وقعت وفشلت بسبب ايه? بسبب ان الاعلان ما كانش مناسب. فلازم تبقى انت آآ في الاول على الاقل اعمل تلات تصميمات للاعلان بتاعك. واكتر واحد يجيب لك منه نتائج هو اللي يكمل. انت تعمل تلات اعلانات تلات تصميمات. اكتر واحد يجيب نتائج من حيث من حيث ايه? لو نسبة النقر على الظهور. هو اللي يكمل وقف الاعلانين تانين. وبعد مسلا اربعة خمسة يام ابدأ اعمل اعلانين تانين. وشوف احسن محد فيه ما هو اللي يكمل. وهكزا. دايما يا جماعة حتى عندنا من المهام في حملات جوجل ان احنا نخش على كل حملة اعلانية ونعمل فيها اعلانات جديدة والاعلانات النتائجة ضعيفة بنوقفها وبنشغل الاعلانات النتائجة كويسة. اخر حاجة بقى المتابعة متابعة نتائج الحملة وتحسنها. في ناس كتيرة اه بعقلية ايه? اه ان هو الهم حاجة اعمل حملة وخلاص. والحملة جابته نتائج يسيبها بقى بالشهر والشهرين ما يبصش ما يبصش حتى عليها. مجرد بس يدفع الفلوس وخلاص. لا طبعا. تحرك محتاج اه بصفة يومية بص على الحملات. تشوف الصرف صرفت ولا مصرفتش. الكلمات كانت مستدفة ولا لأ. الاعلانات نسبة النقرة عليها مناسبة ولا مش مناسبة. تبدأ تقلل في سهر الاعلان. تزود في سهر الاعلان. تعمل الاعلان جديد. تعمل استهداف جديد. وهكزا. لان دوت ده شغلك. ده شغلك ان انت تحسن الحملة وتطورها. في واحد يا جماعة والله ممكن يصرف في الاعلان خمسين الف ريال. وفي واحد تاني ممكن يصرف عشرين الف ريال. اللي بيصرف عشرين الف ريال ده ممكن حقق نفس النتائج اللي صرفها خمسين الف ريال. ليه? لانه ما عندهش خبرة. ما بيتعبش في الاكاونت بتاعه. ما بيتعبش في الحملة. هو مجرد عمل اعلان وجاب له نتائج خلاص اتبسط وسبق اعلان اشتغل وسبق حتى سعر اوتوماتيك. التاني ممكن يجيب مسلا البيعة بخمسة ريال. اللي بدافع خمسين الف ريال ممكن يجيب البيعة مسلا بخمستاشر ريال وعشرين ريال. وهكزا. انواع حملات الديسبيلية. في كزا نوع من حملات الديسبيلية اشهرهم حملات الستاندرد. الستاندرد اللي هي بتكون حملة على مواقع الديسبيلية المشهورة اللي هم اكتر من اتنين مليون موقع. بيبقى غالبة بيبقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى صورة. او اعلان دايناميك متحرك. رقم اتنين اعلانات الفيديو. عليك مسلا بترفع فيديو. وتعمل اعلان به على المواقع ديت او تعمل اعلانات على اليوتيوب. رقم تلاتة حملات الجيميل. وبس الفيسبوك بعد كده. اه خلى حملات الجيميل في جزء منفصل لوحده. اه عزرا جوجل. جوجل خلى حملات في جزء منفصل لوحده. اه مع حملات او وهنتكلم عليها لاحقا بازن الله. طيب طرق الاستهداف. طرق الاستهداف على حملات. عندنا في طريقتين. في طريقة وطريقة في كزا حاجة عندنا ممكن نشتغلها. اول حاجة ممكن نشتغل على اللي 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 تكلمنا عليها قبل كده. وان القصة بتاعة ممكنك الوصول للمستخدمين الذين اتفاعلوا مع نشاطك التجاري او موقعك. رقم اتنين كاستم انتنت كاستم انتنت. ديت بتخليك اه توصل للمستخدمين بكلمات بحثية معينة. وسعرها اقل كتير من حملات السيرش. يعني يا جماعة كاستم كاستم انتنت. كاستم انتنت ديت انت على سبيل المثال لو انت عامل اعلان عن متجر. المتجر ده بيبيع في عطور. فالناس بتبحث في جوجل على مسلا ايه? عطر رجالي. اه عطور نسائية. عطور للجنسين. وهكزا. فلما الناس تكتب كمان دي بتخرج من جوجل. تدخل على يوتيوب. تدخل على تطبيقات اندرويد. تدخل على اتنين من المواقع تبع جوجل ديس بلاي. الاعلان بتاعك يظهر لهم. والكاستم انت انت على الفاكرة يا جماعة دي كويسة جدا. وبتجيب كويس. وسعرها اقل من حملات السيرش. يعني مسلا فيه ناس ممكن يعمل نفس الحمل دي على جوجل سيرش. بحيث مسلا لو حد كتب كلمة عطور نسائية. اعلانه يظهر في محرك بحث اه جوجل على طول. لا. الميزة هنا بقى ان انت اه السعر اقل وشبكة كبيرة جدا من المعنانين. فانت تعرف تاخد سعر مناسب وتحالي اتاك كويسة بس اهم حاجة تعملها صح وتزبر عليها. رقم تلاتة يعني ايه كاستم ماتشز? كاستم ماتشز دي بتخليك توصل للعملاء الحاليين بناء على بيانات انت حصلت عليها. زي مسلا لو انت مسلا عامل او عامل مسلا او عامل اه حاجة بتحصل منها على بيانات عمله. ممكن تعمل ايه? اه كامبين لها. معك مسلا لستة ايميالات كبيرة فيها مسلا عشرين الف ايميل خمسين الف ايميل. ممكن تعمل لهم اعلاناتهم عشراتا. رقم اربعة ان ماركت. ان ماركت. يعني يا جماعة ان ماركت. ان ماركت ديت بتخليك توصل لمستخدمين بناء على طريقة البحث. مؤخرا على محرك البحث وازهار النية للشراء. واحد مسلا عنده نية مسلا للشراء مسلا اه منتجات الموبايل. فانت لو انت اه موقعك مسلا انا قبل موبايلات اناك يظهر له. واحد مسلا بيحب مسلا يدخل على مسلا مواقع السياحة دايما. فجوجل خلاص هيبدأ يظهر لك اعلانه. لان انت نسمى موقعك سياحي وهكذا. اخر حاجة في الكونفيرجن اللي هو سيميلر اوديانسيز. سيميلر اوديانسيز يمكنك الوصول على مستخدمين جدد تتشابه اهتماماتهم مع اهتمامات زبار موقعك الالكتروني او عملاء حاليين. لو عندك موقع الموقع ده مسلا في مجال السياحة فبدا انت بتحطه. فجوجل بيبدأ اه يجيب لك سيميلر اوديانس نفس الموقع بتاعك. حملات الريتش بقى فيها تلات انواع. اول نوع افينيتي. افينيتي يمكنك الوصول الى مستخدمين بناء على عاداتهم واهتماماتهم. على حسب الايه? العادات الهابتس واهتمامات الانترستس. لايف افينت ودي جميلة جدا وناس كتيرة جدا مش عارفاها. ويا ريت يا جماعة نستخدمها وان شاء الله هتلاقوا ليها نتائج كويسة جدا. يمكنك مستخدمين من خلال مناسبات حياتهم او مناسبات حياتية. زي مسلا تستهدف الناس اللي عيد مراتها مسلا كمان شهر. تستهدف الناس مسلا اللي هما لسه متجوزين. تستهدف الناس مثلا يعني اللي هما لسه عندهم اولاد جداد وهكزا. الدي اخر واحدة في الريتش. ان انت تقدر توصل لمستخدمين بناء على صفاتهم الشخصية مثل العمر والنوع والسن. وجوجل يا جماعة بيجيبوا الديموجرافيكس دي منين؟ بناء على الحساب الجيميل اللي هما دخلوا بيه. لانهما بيدخل على الجيميل بيكتب مسلا تاريخ مينادو بيكتب هو ميل ولا في ميل وهكزا. فجوجل بيبدأ يمسكوا من الحاجات دي. اخر حاجة جماعة قبل ما نختم اعلانات جوجل ديسبيلي هي متطلبات الاعلان. لو حضرتك على سبيل المسال عايز تعمل اعلان صور في جوجل ديسبيلي فانت لازم تكون عارف الفورماتس مثلا بتاعت الاعلان ايه. الفورماتس عندنا في الامج يعيما جيف اا او جي بي جي او في ناس قولها جي باك او بي انجي. تمام? في عندك برضو بقى يعني فورماتس تانية بس انا نفسي لما استخدم جوجل ديسبيلي بستطول في حاجتين. بعمل انا ديزاين بتاع الصورة وبرفعه او او باستخدم اعنات الدينامج بتاعت الا بتاعت جوجل ديسبيلي بحط انا مسلا بحد صورة او بحط الوجو بحط الكلمات ويبدأ اعمل لهاي الاعلانات متحركة بشكل ظريف. ما بحبش انا بقى استخدم مسلا ايه اعنات او اي اعنات اه تانية. تمام? ولكن برضو نقولها برضو في عندهم برضو اه الصيغ التانية زي مسلا اه بتبعت انت وهو اه يزبطها لك اه وهو يشتغلك عليها. في عندهم اي ام بي اتش تي ام ايل فورمات برضو بتبعت او لا مش ديزاينر. ويب ديزاينر. لازم يكون مصمم مواقع او افهم في الحاجات ديت. وقدر يعملها لك. بس خلي بقى لك ان ماكس فايل اه ببس مساحته اكتر من مية وخمسين كيلو بايت. المساحات بقى المختلفة اللي اعنات جوجل ديسبيلي عندك مسلا اه في مقاسات وريكتينجل. اه في مسلا متين في متين في متين في ميتين في ربما مية وهكزا. فانا سولوك الصورة ديت موجودة المساحات المختلفة. اه بس اقول لك نصيحة نصيحة غالية. نصيحة غالية جدا في اعلانات جوجل. هي ايه? حدا كنت بتعمل ديزاين اعمل ديزاين بكل المقاسات المتاحة دي. ما تعملش بس مقاس او مقاسين. ليه? لان انت ممكن انت تكون عامل حملة وفي عندك فرصة كويسة جدا. الان كزر في تطبيق. بس للاسف انت مش عمل مساحة الان تحت التطبيق. فجوجل مش هيظر لك عشان انت مش مدي مش 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 بي عند用 مساحة بتاعة الانان. فانت هو تعمل المساحة لانانات اعمل اعمل المقاسات بكل التصميمات المتاحة عشان جوجل هو بعمل لك الحملة بتاعتك. اه لو لقا Вам مناسب في منطقة مناسبة ينشر هو لك. او حتى انت بتديره مساحة في مساحت ومنديره حرية في البدجت يبدأ ان هو يعمل لك الانانات في كل المنصات بكل المقاسات المختلفة. في اليوتيوب. في تطبيقات الاندرويد في المواقع الدسكتوب مواقع الموبايل الناس تدخل من تابلت الناس تدخل من ايفون تدخل من سامسونج جميع من الولايات تظهر لهم الاعلانات بالشكل ريسبونسيف وبطريقة ونسبة اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم النهاردة من الاعلانات الديسبيلي وان شاء الله نشرح لكم الاعلانات الديسبيلي بقى تطبيق عملي هنطبق مع بعض في كانبين عشان تشوفوا من نفسكم الكلام اللي احنا ذكرنا ده وان شاء الله يكون في استفادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته